بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى أليه وصحبيه ومن ولا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلاب الفرقة الثالثة شعبتي الأراضي وأمراض النبات وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان أهلا ومرحبا بكم مع المحاضرة السابعة في مكرر في السيولوج نبات خاص أو التحولات الغذائية في النبات والتي سنكمل فيها الحديث عن أيض البروتينات انتهينا في المحاضرة السابقة من شرح بعض المصلحات والأسس والقواعد الهمة اللي تساعدنا على فهم أيض البروتينات ومنها ان احنا عرفنا البروتينات وقلنا البروتينات هي عبارة عن مبالمرات أي جزائيات كبيرة تتكون من تكاسف عدد كبير من الوحدات الصغلة المتكررة والتي تسمى الموني مارات وهي الأحماض الأمينية التي ترتبط ببعضها البعض في تتابع معين مكونة سلسلة عديد الببطايد والأحماض الأمينية ترتبط ببعضها بواسطة روابط ببتدية وانتقرنا بعد ذلك إلى شرح الأحماض الأمينية وعرفنا ان في اكتر من 200 نوع من الأحماض الأمينية في الطبيعة والمخلقة صناعيا الا ان هناك 20 نوع فقط من الأحماض الأمينية هي التي تدخل في بناء جميع أنواع البروتينات يعني 20 حمض أميني فقط بيبنى منها ألاف الأنواع من البروتينات وده بيرجع لإيه؟ ان البروتينات بتختلف عن بعضها في عدد سلاسل عديد الببطايد اللي بتبنى منها ففيه بروتينات بتكون من سلسلة واحدة وفيه بروتينات بتتركب من أكتر من سلسلة أيضا تختلف عن بعضها في نوع روابط الهيدروجينية اللي بتربط سلاسل عديد الببطايد وبعضها البعض تختلف أيضا في عدد جزائيات الأحماض الأمينية اللي بتدخل فيه تكوين سلسلة عديد الببطايد وفي نوع الأحماض الأمينية المشاركة في بناء البروتين وفي ترتيب الأحماض الأمينية وعدد تكراراتها في سلسلة عديد الببطايد هذه الاختلافات هي اللي ادت الى تكون عدد كبير من انواع البروتينات الاف الانواع رغم ان اللي بيبنيها كلها عشرين حمد اميني عرفنا ايضا ان جميع الاحماض الامينية اللي بتشارك في بناء البروتينات كلها من النوع الفا يعني مجموعة الامين فيها بترتبط بزرة الكربون رقم اثنين اللي هي الزرة التي تلي زرة الكربون جذر الكربوكسيل وزرة الكربون رقم اثنين بنقول عليها كربون الفا وعرفنا ايضا ان 19 نوع من الاحماض الامينية المشاركة في بناء البروتين بتتفق في التركيب العام لها من حيث انها تتكون من زر الكربون مركزية هذه الزرة كيرالية يعني بترتبط باربع اصول مختلفة وهذه الاصول هي مجموعة الكربوكسيل ومجموعة الامين وزرة هيدروجين ومجموعة القايل اللي هي بنرمزله بالرمز ار ومجموعة الالكايل دي هي اللي بتختلف في التسعة عشر حمد امين والحمد الامين العشرين هو الحمد الامين جليسين بيختلف عن التسعة عشر حمد امين الاخرى في ان المجموعة ار بتستبدل في الجليسين بزرة هيدروجين ثم انتقلنا الى شرح خطوات بناء الاحماض الامينية وترك هدمها واعقد ذلك تعريف بالحمد النووي الDNA وقلنا ان الDNA ده بمثابة كتاب يتضمن المعلومات الخاصة بصفات الكائن الحي وان هذا الكتاب يتكون من صفحات كل صفحة بتمثل جين معين وكل جين بيحمل البيانات الخاصة بتخليق بروتين معين مسؤول عن اظهار صفة معينة من صفات الكائن الحي او بمعنى اخر زي ما هوتح على الاسم اللي موجود امامي هنا ان الجين هو جزء من الDNA زي ما انا شايف هنا في عندي جزء من الDNA متقسم الى مناطق المنطقة الزرقة دي كتب عليها جين 1 المنطقة الصفرة جين 2 المنطقة الخضرة جين 3 يعني الجين هو جزء من الحمد النووي DNA وبما ان الجين جزء من الDNA فهو يتكون من شريطين مجدولين على بعضهم احد هذين الشريطين بيحمل تتابع معين للنوكليتيدات بيمثل شفرة بناء بروتين معين فلما الجين يجي يعبر عن الصفة اللي هو المسؤول عنها بيتم نسخ الشفرة اللي موجودة على احد شريطي الDNA في منطقة الجين اللي هو الشريط اللي بيحمل شفرة بناء البروتين وتخرج في صورة رسالة بنسميها المسينجر RNA إلى السيتوبلازم لكي يتم تصنيع أو تخليق هذا البروتين ليحدث تأثير الجين بإظهار الصفة اللي الجين مسؤول عنها زي ما هوضح من خلال شرح آلية تخليق البروتين اللي هي عنوان محضرتنا اليوم وهنعرف ازاي بتتم عملية تخليق البروتين بس بداية بنذكر تاني بنقول ان الجين هو جزء من الDNA يعني بيكون من خطين بيكونوا مجدولين على بعضهم والجين بيتميز لثلاث مناطق منطقة موجودة في بدايته اللي هي المنطقة دي بنسميها البروتور ريجيون اللي هي منطقة الابتداء اللي بيتصل عندها انزيم بالمارة الRNA بأحد خيطي الDNA في منطقة الجين ومنطقة تانية صغيرة في نهايته بنسميها الترميناتور ريجيون اي منطقة الاقصاء ودي المنطقة اللي بيقف عندها النسخة او تكوين المسينجر RNA ويتم فصل انزيم بالمارة الRNA عن الDNA المنطقة الوسطى اللي موجودة ما بين البروتور ريجيون والترميناتور ريجيون بنسميها الكودينج ريجيون اي منطقة اللي بتحمل البيانات او المعلومات الخاصة ببناء بروتين معين لان كل جين مسؤول عن بناء بروتين معين وهذه المعلومات بتبقى في صورة تتابع معين من النكلوتيدات زي ما انا شايف عندي هنا كده فعملية بناء البروتين او تخليق البروتين بتتم على مرحلتين المرحلة الاولى بنسميها عملية النسخ ودي بتتم في نواة الخلية وبيتم من خلالها بناء المسينجر RNA وده على حسب تسلسل النكلوتيدات في احد شريطي DNA اللي بنقول عليه الشريط القالب اللي هيشتغل عليه انزيم بالمارة الRNA علشان يكون للمسينجر RNA ازاي الكلام ده بقى نشوف الخطوات اللي هيتم بيها عملية النسخ عشان الصورة توضح امامنا احنا عارفين ان الجين هو جزء من الDNA يعني شريطين برضو مجدولين على بعضهم فعلشان يتم النسخ لابد ان الشريطين بتعود DNA ينفصلوا عن بعض في منطقة الجين بيقوم بعملية الفصل دي انزيمات خاصة بتسمى انزيمات فك اللولب بتفك الارتباط بين خيطاية DNA في منطقة الجين وتخلوهم ينتظموا بالشكل ده الشكل اللي انا شايفه امامي يعني بتلغي الالتفاف اللي كان موجود احد الشريطين دول هو اللي بيحمل البيانات الخاصة ببناء البروتين على صور التتابع معين للنوكلتيدات وده اللي بنسميه الشريط القالب ده الشريط اللي هيشتغل عليه انزيم بالمارتل RNA عشان يبنيه للمسينجر RNA اما الشريط الاخر فهو شريط مكمل للشريط القالب علشان يحافظ على ثباته بيسموه الشريط الناسخ او شريط الناسخ او شريط الناسخ بيحمل تتابع النوكلتيدات اللي بيعبر عن بناء بروتين معين فنظريا انا عندي شريطين يعني DNA بيكون من شريطين في منطقة الجين والانزيم ما عندوش عقلي علشان يميز ما بين الشريط اللي بيحمل بيانات تخليق البروتين من الشريط المكمل فممكن ينسخ اي واحد فيهم لكن في منطقة البداية بتاعت الجين موجود المحفز اللي هو بيوجه انزيم بالمارت RNA إلى الشريط اللي بيحمل تتابع النوكلتيدات اللي بيعبر عن بناء بروتين معين فيتصل به انزيم بالمارت RNA دي الخطوة الاولى من خطوات الناسخ الخطوة التانية بقى انزيم بالمارت RNA هيبدأ يتحرك على الشريط اللي بيحمل تتابع النوكلتيدات اللي بتعبر عن بناء البروتين ويقرأ نوكلتيدا نوكلتيدا ويجيب النوكلتيدا المكملة لها يضح في مقابلها ثاني الانزيم انزيم بلماريت الار ان اي الانزيم بناء الار ان اي هيبدأ يتحرك على الشريط اللي بيحمل تتابع النوكلتيدات اللي بتعبر عن بناء البروتين يقرى نيوكلتيدا نوكلتيدا ويستدعي النوكلتيدا المكملة لها فمثلا عندي هنا عندي في البداية موجود نوكلتيدا بتحتوى القعدة النيتروجينية جوانين فيستدعي نوكليتيدا بتحتوي على القاعدة النيتروجينية سيتوسين واضحة في مقابلة الثانية جوانين راح جاب نوكليتيدا بتحتوي على السيتوسين واضحة في مقابلة ثيمين استدعي نوكليتيدا بتحتوي على الأدنين واضحة في مقابلة وهكذا ونيجي بقى عند الأدنين لما يلاقي القاعدة النيتروجينية أدنين موجودة بيستدعي نوكليتيدا بتحتوي على القاعدة يوراسيل مش هيجيب بقى سايمين هنا بقى الاختلاف يعني الجوانين يجيب له سايتوسين والسايمين يجيب له أدنين والسايتوسين هيجيب له جوانين أما الأدنين يجيب له يوراسيل ومع تحركه بيقوم باستدعاء النوكلتيدات المكملة للنوكلتيدات الموجودة في الخيط الحامل لتتابع النوكلتيدات المعبرة عن بناء البروتين وأثناء ذلك بتقوم إنزيمات ربط النوكلتيدات بربط النوكلتيدات التي يستدعيها إنزيم بالمارة الـ RNA مع بعضها حتى ينتهي الإنزيم من جراءة الخيط تماما ويصل إلى منطقة الإقصاء فيتوقف عن عملية النسخ ويتم إقصائه ينفصل عن الخيط وبانتهاء عمل إنزيم بالمارة الـ RNA على شريط القالب أي الشريط اللي بيحمل تتابع النوكلتيدات اللي بيعبر عن بناء بروتين معين بيكون يكون عندي شريط فردي بيمثل تتابع من النوكلتيدات مكمل لشريط القالب اللي هو حمل معلومات أو بيانات بناء بروتين معين وفي نفس الوقت الشريط ده بيكون مشابه للشريط التاني اللي هو الشريط المكمل لشريط القالب في الـ DNA مع اختلاف بسيط وهو أن القاعدة النيتروجينية ثايمين في الشريط المكمل بتستبدل بالقاعدة النيتروجينية يورا سيل في الشريط اللي تم نسخه أو تكوينه علشان كده الشريط المكمل في الـ DNA بيسموه شريط النسخ لأنه بيبقى مشابه للشريط اللي بيتم تكوينه من خلال عملية النسخ مع استبدال القاعدة النيتروجينية ثايمين بالقاعدة النيتروجينية يورا سيل الشريط اللي تكون ده بنسميه الماسينجر RNA الأولي يعني RNA الرسولي الأولي ليه بيسموه الأولي لأن هذا الشريط بيحمل مناطق تمثل شفرات للصداع أحمد أمينية ومناطق أخرى لا تمثل شفرات للصداع أحمد أمينية المناطق اللي بتمثل شفرات للصداع أحمد الأمينية بيسموها اكسونات أما التي لا تمثل شفرات بيسموها انترونس تمام فبتجرع عملية معالجة لل RNA الأولي اللي تكون داخل النواة قبل ما يخرج للسيتو بلازم من خلال عملية المعالجة دي بيتم ازالة الانترونز اللي موجودة فيه اي المناطق التي لا تمثل شفارات ولحم المناطق اللي بتمثل شفارات مع بعضها البعض لتكوين مسينجر RNA يحمل شفارات بناء البروتين المطلوب او شفارات استدعاء الاحماض الامينية اللازمة لبناء البروتين المطلوب وعقب المعالجة بيخرج المسينجر RNA من احد الصقوب اللي موجودة في غلاف النواة الى السيتو بلازم لكي تتم ترجمة الكودونات الموجودة على المسينجر RNA الى احماض امينية ترتبط معا لكي تكون البروتين من خلال عملية الترجمة زي ما هنشوف دلوقتي وعملية الترجمة دي بتتم على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى هي تكوين معقد بدء بناء البروتين ثاني المرحلة الاولى هي تكوين معقد بدء بناء البروتين المعقد ده ايه هو المعقد ده بيتكون من المسينجر RNA بيرتبط معا تحت وحدة الريبوسوم الصغرى لان احنا عرفنا ان الريبوسوم بيتكون من تحت وحدتين هما تحت وحدة الريبوسوم الصغرى وتحت وحدة الريبوسوم الكبرى فاللي بيتصل بالمسينجر RNA الاول اللي هي تحت وحدة الريبوسوم الصغرى ثم يرتبط بهم الرن ايه او الرن ايه الناقل اللي بيحمل انتكودون متمم لكودون البدء في المسينجر RNA ده انتوا فاكرين احنا قلنا كودون البدء في المسينجر RNA كان ايه؟ هو الـ E U G ده كودون البدء اللي بيوجد في بداية المسينجر RNA فده بيستدعي TRNA حامل للانتكودون المتمم له اللي هو هيبقى U E C وهذا الرن ايه بيبقى حامل في طرف الحمد الامين الميثونين وعلشان كده قلنا الميثونين بيكون الحمد الامين الاول في اي سلسلة عديد بالطايد بيتم تكوينها ويكتمل تكوين معقد الابتداء بارتباط تحت وحدة الريبوسوم الكبرى اللي انا بشاور عليها بالمؤشر دي بكل من المسينجر RNA وتحت وحدة الريبوسوم الصبرى بحيث يصبح TRNA اي RNA الناقل في موقع البيبتضايل اللي موجود على تحت وحدة الريبوسوم الكبرى لان زي ما اشرته قبل كده لماكلمت عن تركيب الريبسومات قلت التركيب المورفولوجيت لها انها بتتكون من تحت وحدتين تحت وحدة الريبوسوم الصغرى وتحت وحدة الريبوسوم كبرى تحت وحدة الريبوسوم الكبرى بيوجد عليها تلات مواقع مميزة الموقع الاول اللي هو الايدة معناه الاميليشن ده اللي بيتم ازالة الرن اي من خلاله الموقع التاني اللي هو موقع البت ضايل وده اللي بيبقى بيرتبط به المسينجر اسف trna الحامل لأحماض الامينية والموقع ايه اللي هو الامين واسايل ده اللي بيستدعي TRNA التالي حاملا معه الحمد الذي يتوافق مع الشفرة الموجودة على المسينجر RNA زي ما هنشوف دلوقتي يبقى تاني يكتمل تكويل معقد لابتداء عن طريق ارتباط تحت وحدة الريبوسوم الكبرى مع المسينجر RNA وتحت وحدة الريبوسوم الكبرى بحيث يصبح RNA ناقل اللي هو الحامل للحمد الامين ميسونين على الموقع بابتدائل بعد كده تبدأ المرحلة التانية من عملية الترجمة واللي بنسميها مرحلة الاستطالة يعني ايه مرحلة الاستطالة هيتم بقى كراءة الكودونات بالتتابع واستدعاء الاحماض النووية TRNA الحاملة للأحماض الامينية المتناسبة او المتوفقة مع الكودونات اللي موجودة على المسينجر RNA نشوفها بقى تحصل ازاي وركز معي واحدة واحدة يعني كده اتكون معقد البدء اهو من المسينجر RNA وتحت الوحدة الصغرى والTRNA الحامل للميثيونين اللي هو بيكون الانتيكودون بتاعه متكامل مع كودون البدء في المسينجر RNA اللي هو ايو جي والتحمت بهم تحت الوحدة الكبرى بحيث يبقى الرNA موجود على موقع البيب تضائل بعد كده هتبدأ مرحلة الاستطالة وبتبدأ هزي المرحلة بان الريبوسوم يقرأ الكودون التالي لكودون البدء واللي هو بيبقى مقابل للموقع أمينو أصايل ويستدعي الرNA الحامل لانتيكودون مكمل لهذا الكودون فيأتي هذا الرNA يعني الرNA ناقل وفي طرفه الحمد الأميني ويتصل بالمسينجر الرNA على موقع الأمينو أصايل فيبقى عند هنا اثنين الرNA واحد على موقع البيب تضائل وواحد على موقع الأمينو أصايل كل واحد فيهم حامل حمد أميني في طرفه فيقوم انزيم الأمينو أصايل بربط الحمد الأميني الأول مثونين مع الحمد الأميني التاني ولما يربط المسونين مع الحمد الأميني التاني بيتفكر طبعاته بالTRNA الأول بيتفكر طبعات المسونين بالTRNA الحامل له تمام ويصبح الحمدين الأمينيين مرتبطين بالTRNA الثاني اللي هو موجود على موقع الأمينو أصايل يعقب ذلك تحرك الريبوسوم على المسينجر RNA بمقدار كودون تحرك المسينجر RNA على تحرك الريبوسوم على المسينجر RNA بمقدار كودون عشان يقرأ الكودون التالي هذا التحرك بيخلي الرNA الأول اللي كان حامل للمسيونين يجعل موقع E اللي هو موقع الإزاحة فيروح طارد الرNA الأولان إلى السيتوبلازم يروح بقى يبحث على حمد أميني مسيونين تاني يرتبط به علشان ينقله لسلسلة عديد بيبطايد أما الرNA التاني اللي كان موجود على موقع الأمينو أسايل فهيجي على موقع البيبطايل ويصبح الأمينو أسايل شاغر فاضي يعني فالريبوسوم يقرأ بقى الكودون الجديد اللي هو يتحرك ليه المقابل الأمينو أسايل ويستدعي الرNA اللي حامل أنتي كودون متمم لهذا الكودون فيجي الرNA الجديد حامل في طرفه حمد أميني ثالث ويقوم إنزيم الأمينو أسايليز بربط الحمدين الأمينيين اللي هما موجودين على الرNA رقم 2 تمام؟ بالحمد الأميني اللي موجود على الرNA رقم 3 ويتفك ارتباطهم بالحمد الأميني رقم 2 وبعدين يتحرك تاني الريبوسوم بمقدار كودون عشان يقرأ الشفرة الجديدة فهده هيخلي الرNA رقم 2 يجي على الموقع E علشان يتم إزاحته وتارده إلى سايتو بلازم ويجي الرNA رقم 3 اللي هيبقى حامل التلات أحمد إيمينية على الموقع بابتضايل ويصبح الموقع E شاغر علشان يتم استدعاء TRNA أنتكودون مكمل الأسف للكودون رقم 4 ويجي جايب مع الحمد الأميني رقم 4 وهكذا يستمر تقرار هذه العملية باستمرار تحرك الريبوسوم على المسينجر RNA من الطرف 5 اللي هو بداية المسينجر RNA إلى الطرف 3 اللي هو طرف النهاية للمسينجر RNA دلوقت هننتقل لشريحة تانية تقرب لنا الصورة أكتر إلى زهننا وتبينينا كيف عملية الاستطالة بالتم هو طبعا هنا بادئ الرسم بريبوسوم بريبوسوم أرى أربع كودونات كودون البدء وتلك كودونات متتالية فاستدعى أربع أحمد نوايا TRNA كان كل واحد منهم حامل لحمد أميني والأربع ارتبطوا مع بعض وآخر واحد فيهم اللي هو رقم أربعة بيبقى متصل بالTRNA اللي كان مرتبط به تمام؟ فالTRNA الأخير بيبقى موجود على موقع البيبت دايل وهنا موقع الأمينو أصايل شاغل فالريبوسوم بيقرأ الشفرة أو الكودون اللي موجود في مقابل الأمينو أصايل ويستدعي TRNA جديد أنت كودونه مكمل للكودون الموجود في مقابل الأمينو أصايل فبيجي TRNA ده حامل في طرفه الحمد الأمين المناسب وبيتصل بالمسينجر RNA على موقع الأمينو أصايل اللي موجود على وحدة الريبوسوم الكبرى وبعد ما بيتصل بيها زي ما نشاهد هنا في تسمع عندي بيرتبط الحمد الأمين اللي موجود عليه ب سلسلة الأحمد الأمينية اللي كونت واللي متصل بالTRNA السابق اللي موجود على موقع البيبت ضايل فبعد ما يحصل الارتباط بتبقى السلسلة كلها مرتبطة بالTRNA اللي موجود على الأمينو أصايل زي ما نشاهد في الرسمة الثالثة اللي هي من ضمن الرسومات اللي بتوضح لي طريقة الاستطالة أصبح الرNA الأخير اللي شغل الموقع أمينو أصايل هو اللي حامل لسلسلة الأحمد الأمينية اللي تم تكونها بينما الرNA اللي موجود على موقع البيبت ضايل أصبح شاغل وما بيحملش أي أحمد أمينية فيالي ذلك تحرك الريبوسوم بمقدار كودون عشان يقرى الكودون التالي ويستدعي الحمد الأميني اللي هيشغل موقع الأمينو أصايل وهذه الحركة بتؤدي تؤدي الى انتقال الرNA اللي موجود على موقع البيبت ضايل إلى موقع E اللي هو الإليمينيشن زي ما أنا شايف في الرسمة التالية وعند انتقال الموقع الإليمينيشن بيتم إزاحته إلى السيتو بلازم اللي يبحث عن حمد أمين مناسب يرتبط به أما الرNA اللي كان موجود على موقع الأمينو أصايل مع حركة الريبوزوم بينتقل إلى الموقع بيتضايل ويصبح موقع الأمينو أصايل شاغل علشان الريبوزوم يقرى الكودون اللي موجود ويرجع يستدعي تاني تي الرNA أنت كودون مطابق ومكمل للكودون الموجود على المسينجر الرNA وحامل في طرفه الحمد الأميني المناسب وعندما يستقر على المسينجر RNA بيرتبط الحمد الأميني اللي موجود به مع سلسلة الأحمد الأمينية اللي تم تكوينها قبل كده وتتكرر نفس العملية بنفس طريقة حتى يصل الريبوزوم إلى كودون الوقف وكده يدخل في المرحلة الثالثة لعملية الترجمة وهي إنهاء عملية بناء البروتين هيتم الإنهاء إزاي بيكون طبعا الريبوزوم وصل لكودون الوقف وأصبح كودون الوقف موجود في مقابل موقع الأمين وأصيل وهنا مش هيتم استدعاء TRNA حامل لحمد أميني وإنما بيتم استدعاء بروتين من نوع خاص ويسمى عامل الإطلاق أو عامل التحرير كودونات الوقف إحنا قلنا عليها قبل كده اللي هي U-E-G وال-U-E-E وال-U-G-E مجرد ما يوصل الريبوزوم إلى كودون من هذه الكودونات التلاتة ويصبح في مقابل موقع الأمينو أصيل اللي موجود على وحدة الريبوزوم الكبرى بيتم استدعاء بروتين من نوع خاص اللي هو ظهر عندي هنا باللون الأصفر ليشغل موقع الأمينو أصيل ويقوم بفك الارتباط بين سلسلة عديد البطايد اللي كونت مع TRNA الأخير الحامل لها واللي بيبقى موجود على موقع البطايد فتتحرر سلسلة عديد البطايد إلى السيتوبلازم لكي تجرى لها عملية معالجة لتأخذ الشكل الفراغي المميز للبروتين والذي يتناسب مع الوظيفة التي سيؤديها أما TRNA اللي كان موجود على موقع البطايد فيتحرر إلى السيتوبلازم بحثا على الحمد الأمين المناسب ليرتبط به كما يكون بروتين عامل الإطلاق بفك الارتباط بين وحدتين الريبوسوم والمسينجر RNA ليتحرر المسينجر RNA للسيتوبلازم إما لكي يعاد ترجمة مرة أخرى أو يتحلل إلى الوحدات بتاعته اللي هي النوكلتيدات اللي تستخدم في بناء RNA مرة أخرى سواء كما سينجر أو ريبوسوم أو ترانسفير RNA ترانسفير RNA والحمد الأمين المناسب للأنتيكودون اللي موجود عليه هل ترانسفير عنده عقل وبيفكر وبيختار وبيروح يدور على الحمد الأمين المناسب للأنتيكودون اللي فيه ارتبط به ولا العملية بتتم ازاي لا العملية دي سبحان الله بتتم بواسطة إنزيمات معينة بتبقى موجودة في الخلية اسمها الأمين أسل تي أر إني سينستيز يعني إنزيمات تخليق أو تكوين معقد تي أر إني مع الحمد الأمين المناسب له والإنزيم بيتركب من بروتين زائد مرافق إنزيمي أو مجموعة مكملة البروتين هو الجزء الأساسي في الإنزيم لأنه هو اللي بيختار المواد اللي بيتم التفاعل عليها يعني هو اللي بيختار مادة التفاعل فالجزء البروتين من الإنزيم له تركيب فراغي معين وبيوجد عليه مواقع نشطة لا يشغلها إلا مادة التفاعل اللي هو متخصص فيها فهنا الإنزيم متخصص في ربط الحمد الأميني مع TRNA المناسب علشان كده بيبقى عليه موقعين من المواقع النشطة موقع يطابق تماما تركيب الحمد الأميني يعني ما فيش أي حمد أميني يقدر يشغل هذا الموقع إلا حمد أميني معين وفي نفس الوقت موقع تاني بيبقى خاص بال TRNA وما يركب عليه أو ما يشغلوش سوى TRNA معين له أنتكودون مطابق للحمد الأميني اللي هيشغل الموقع الخاص بالحمد الأميني تمام فالعلاقة ما بين الإنزيم وماد التفاعل زي العلاقة بالزبط ما بين الإفل والمفتاح بتاعه يعني ما ينفعش إن أنا جيب إفل وأجيب له أي مفتاح وأفتحه بي لا لازم يكون المفتاح مطابق تماما للفراغ بتاع الإفل علشان يدخل فيه وقدر يفتحه فهنا فهنا الإنزيم عليه الإنزيم ده ما هو إنزيم واحد لا ده فيه إنزيمات كتيرة من نوعية دي كل إنزيم بيبقى خاص بربط حمد أميني معين مع TRNA المناسب له وعلشان كده تركيبه الفراغي بيبقى فيه موقعين نشطين موقع لا يركب عليه أو لا يشغله سوى حمد أميني معين وفي نفس الوقت الموقع التاني لا يشغله سوى TRNA إلا أنت كدونه مطابق للحمد الأميني اللي بيشغل موقع الحمد الأميني طيب بيتم إزاي بقى الارتباط ده أولا بيحصل تنشيط للحمد الأميني يعني الحمد الأميني لما بيشغل الموقع بتاعه على الإنزيم بيحصل له تنشيط بالأي تي بي الأي تي بي وهو آدونوزين تراي فوسات يعني آدونوزين مرتبط بثلاث مجموعات فوسات ومن خلال عملية التنشيط دي الأدونوزين تراي فوسات بيفقد مجموعتين فوسفات يخرجوا في صورة بيروفوسات مجموعتين فوسات عندما ينفصلوا عن الإت بي بنقول عليهم بيروفوسات فيفضل الادونوزين ومعه مجموعة فوسات واحدة اللي بنسميهم أدونوزين مونوفوسات وبكده يبقى تكون عندي معقد من الحمض الأميني والأدونوزين مونوفوسات اللي بيسموه حتى هنا الخطوة التانية موضحها هي إن الحمض الأميني شغل الموقع الخاص بي على الإنزيم ويتفاعل مع الاتبي فالاتبي خرج منه مجموعتين فوسات اللي بنقول عليهم بيروفوسات وفضل أدونوزين مونوفوسات ارتبط بالحمض الأميني بعد ذلك يأتي التى ار ان اي المناسب في شكله وتركيبه والانتيكودون الذي يحمله ليشغل الموقع الخاص بالتى ار ان اي ويتفاعل مع الحمض الأميني ويحصل ارتباط ما بين الحمض الأميني والتى ار ان اي فيتحرر الأدونوزين مونوفوسات والربطة اللي بتكاوم ما بين الحمض الأميني والتي ار ان اي بتكاوم بين مجموعة الكاربوكسيل في الحمض الأميني ومجموعة ايدروكسيل في سكر الريبوز الداخل في تركيب احد نيكوليسيدات طرف التي ار ان اي اللي بيرتبط بالحمض الأميني وبعد ذلك يتحرر التي ار ان اي ومعه الحمض الأميني المناسب الى السيتو بلازم ليدخل في بناء سلسلة عديد البيبطايد والان هسيبكم مع فيديو بيوضح انيميشن لعملية الترجمة ازاي بيتكون معقد الابتداء وازاي بيتم عملية الاستطالة وازاي بيتم تحرير بروتين المتكون بتصوير رائع وبسيط جدا هيقرب الصورة لزهنكم وهيثبت عملية الترجمة دي في زهنكم اكثر وتبقى اكثر وضوحا بالنسبة لكم زي ما قلنا في الجزء الاول ان بيتم بناء البروتين على مرحلتين المرحلة الاولى بتعرف بعملية الناسخ واللي بيتم من خلالها تصنيع المسينجر RNE اللي هو حامل لشفرة بناء البروتين باستخدام احد خيطي او شريطي الDNE في منطقة الجين المسؤول عن تخليق هذا البروتين وبعد تكوين المسينجر RNE اللي هو بيعرف بيه المسينجر RNE الاولي بتجرى له عملية معالجة داخل النواة باستخدام انزيمات معينة بتقوم بازالة الاندرونز اللي هي الاجزاء التي لا تمثل شفرات وربط الاجزاء اللي بتمثل شفرات مع بعضها بعد كده بيخرج المسينجر RNE من احد الثقوب اللي موجودة في غلاف النواة الى السيتو بلازم علشان تجرى له عملية الترجمة اللي هي عملية بناء سلسلة عديد البطايد واول خطوة في بناء سلسلة عديد البطايد اللي هي عملية الترجمة هي خطوة الابتداء وذلك بتكوين معقد الابتداء ويتم تكوين معقد الابتداء بتجميع الـ MRNA والTRNA وتحت الوحدتين المكونين للريبوسوم ويتم تكوين هذا المعقد كالتالي اولا ترتبط تحت وحدة الريبوسوم الصغرى بالمسينجر RNE عند قودون البطايد اللي هو AUG بحيث يصبح AUG في الموقع بيه زي ما احنا شوفنا بعد كده بعد كده بيستدعي الحمض النووي TRNA الحامل للأنتو كودون المضاد لقودون البطايد AUG والأنتو كودون ده هو UAC والTRNA اللي بيحمل الأنتي كودون المكمل لكودون البطء بيحمل في طرفه الآخر الحمض الأميني ميثيونين وبعد كده بتيجي تحت الوحدة الكبرى ترتبط بيهم بحيث يبقى TRNA الحمض الميثيونين على الموقع بي ويصبح الموقع اي اللي هو الامينو أسايل شغيرا وجاهز لاستقبال حمض أميني آخر المرحلة التانية بقى يعني ده معقد لابتداء المرحلة التانية هي الاستطالة ومرحلة الاستطالة بتبدأ بقراءة الكودون اللي موجود على موقع الامينو أسايل اللي هو ابن المظل برامز A ولما بيتم قراءة هذا الكودون بيتم استدعاء الحمض الأمين أسف الحمض النووي TRNA الحامل الانتو كودون المكمل له وبيبقى جاي في طرفه الآخر شايل الحمض الأميني التاني اللي هيبقى ترتبه رقم اثنين في سلسلة عديد البطايد بعد كده هيتم تكوين رابطة بابتدية بين الحمض الأميني الأول والحمض الأميني التاني بواسطة انزيم الأمينو أسايليز وينفصل الحمض الأميني الأول عن TRNA الحامل له هنشوف ده بقى بيحصل ازاي الوقت اهو الحمض الأميني اللي موجود على TRNA الأول اتحرر عنه وتكونت رابطة بابتدية بين الحمض الأول والحمض الثاني وبقى الحمضين الأمينيين متصلين بالTRNA الثاني بعد كده هيتحرك الريبوسوم حركة بمقدار كودون واحد وهذه الحركة ستؤدي إلى نقل TRNA الحامل للحمضين الأمينيين إلى الموقع B اللي هو البيبتدائل وبيصبح TRNA الأول موجود على الموقع E علشان هيتم ازحته من خلال هذا الموقع لأنه أصبح غير مرتبط بأي أحماض أمينية فبيغادر الموقع إلى السيتو بلازم بحثا عن حمض أميني ميثيونين يرتبط به ويقوم بنقله لسلسلة بناء عديد بطاية أخرى أما الموقع E فيصبح شاغر وموجود عليه الشفرة CUU فبيقوم باستدعاء TRNA الحامل لأنتي كودون مكمل لهذه الشفرة وهي عبارة عن أنتي كودون مكون من GAA فبيجي بيرتبط بالمسينجر RNA في الموقع E ويكون حامل في طرف الحمض الأميني رقم 3 زي ما هنشوف أمامنا الآن ما هو مقرد تقنية رقم 3 زي ما هنشوف أمامنا الآن ويكون حامل في طرف الحمض الأميني رقم 3 يتطبط بالحمض الأميني رقم 2 ويقوم بتحرك الريبوسوم وتتكرر العملية اللي احنا قلناها لحد ما يصل الريبوسوم الى كودون من كودونات الانهاء اللي زي ما قلنا بتكون عبارة عن الـ EUU او الـ EUAA او الـ UEG او الـ UGA وعندها يتوقف بناء سلسلة عديد الببطايد لان شفرة الانهاء زي ما انا هشوف دلوقتي قدامي اللي هي هتكون UGA دي شفرة الانهاء ودي الخطوة التالتة والاخيرة من عملية الترجمة لا تستدعي TRNA شفرة الانهاء لا تستدعي TRNA وانما بتستدعي عامل بروتيني خاص بيجي بيرتبط بهذه الشفرة اللي هي شفرة الانهاء على الموقع E ويقدر ارتباطه الى وقف عملية الترجمة وتحرير سلسلة عديد الببطايد من TRNA ثم تتفكك الوحدات المكونة لمعقد الترجمة هذا عامل الاطلاق اللي هو بروتين من نوع خاص جرتبط بشفرة الانهاء اللي موجود على الموقع E فادى الى تحرير سلسلة عديد الببطايد زي ما نشاف قدامي ثم ستتفكك بعد كده اللي هي وحدتين ردوسوم و تي ار ان اي والمسينجر ار ان اي واكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضرة السابعة على النقم الباقي المحاضرة في جزء ثاني و الى ان القاكم في هذا الجزء استودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه دمتم في حفظ الله وامنه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جديم ترجمة نانسي قنقر شكرا